مستمعين الكرام، بإمكانكم متابعتنا ومن جميع أرجاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني www.njah.edu.fm إذاعة صوت النجاح تقدم برنامج تألق من إعداد وتقديم دكتور محمد بشارات لو يشكو القلب هموماً قد داتت فيه تمحوها بسمة طفل حين نلاقي ما أجمله قلب يحمل هم أخي في العسر له يسر في الحزن يواسي بسم الله الرحمن الرحيم عزيز المستمع عزيزة المستمع سلام من الله عليكم وسلام إليكم تحية محبة فأهلا بكما معي اليوم في رسالة التنمية البشرية ومع برنامج تألق وحديثي معكم اليوم بعنوان تخلص من الملل السؤال كيف الإنسان ممكن يتخلص من الملل قد يتبادل لذين عزيز المستمع عزيزة المستمعة حتى نكون متألقين كيف يمكننا أن نتخلص من الملل هنا سأضع لك أشترين خطوة تستطيع من خلالها أن تتخلص من هذا الملل الذي يصيب كثير من الناس بعض الناس مننا بشعور دون أن يعلم أنه عنده ملل واحد آخر يقول أنه في حالة اكتئاب يعني في ناس لايهم جيتهم موجات لإكتئاب وفي ناس أقول لك أنا أبكرها الروتين الحياتي من الممكن أن يكون الملل كل ذلك على فكرة ممكن يكون إكتئاب وملل وروتين وعدم شعور بسعادة لكن يجب عليك أنك دائما تعرف الأسباب وكيف تعالجه وكيف تجعل حياتك جميلة ولطيفة وحلوة ورائعة من أسباب الملل بصراحة البعد عن الحياة الاجتماعية بعض الناس يعني بتلاقي يعني غير اجتماعي يعني بيستغني عن الناس كلها وبلاقيه لحاله حتى بحل المشاكل لحاله وبتواصل لحاله وبستشير حاله وبحكي مع حاله بيقدش أي وقت نف نهائيا مع الآخرين بتلاقي يعني بيكون بميل الانطوائي والبعد عن الآخر هذه من أسباب الملل النفس إذا كلت ملت عدم الشعور بالصعادة يعني يعطي أمر دائما تجد نفس إنسان يعني دعوه كلل وملل وشعور باليأس هون يعني تحتاج إنسان أنك تستشير مختص على فكرة عدم الشعور بهمية الوقت هذه النقطة قد تكون أهم أسباب يعني ودلائل أنك إنسان تمل وإنسان يعني ليس إليك شعور بهمية الوقت فاليوم هو مثل أمس ومثل الغد ومثل بعد غد كمان أيضا من الأسباب القيام بالعمل بشكل روتيني دون الشعور بهميته للنفس البشرية مش فارقة كثير معا يعني شو يعني هذا العمل نقطة أيضا أيضا خامسة وهي من أسباب الملل الغفل عن الطبيعة من حولنا وعدم التأمل في ملكوت الله وبالتالي عدم الشعور بعظمة الكون وجماله وعظمة النفس البشرية وروعتها والهدف من وجودنا أصلا سؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكل وكل المستمعين الآن كيف يمكننا أن نتخلص من الملل خطوات التخلص الملل عزيزي المستمع يعني ممكن تكون مندهشة شوية يعني بتقولها هي بسيطة وسهلة ويمكن تطبيقا لذلك أنا بقول لك وبكل أمانة تطبيقك لهذه الخطوات السهلة الميسرة البسيطة بإذن الله تعالى ستتخلص من الملل بل وستقضي عليه وستكون أكثر تألقا وقرما من أهم الخطوات للقضاء على الملل أول حاجة اكتشف لماذا تشعر بالملل إذا كان السبب هو قيامك بالعمل نفسه بشكل متكرر فأضف إليه بعض الأشياء الجديدة أو قم به بشكل مختلف فمثلا للزوجة أو للأم أو للمربية العمل للمنزل الذي تقوم به ربات المنزل قد يكون ممتع إذا تمتعت أثناء أدائها له مثلا بعض الاستماع للأشرط المعلوماتية أو قد تكون تسمعنا الآن وهي تعمل تغيير النمط هذا شيء جميل إذا قامت به بشكل حركات رياضية مثلا يصبح الهدف هو القيام بالعمل المنزلية بالإضافة للمحاوضة على آقة الجسم إذا كان الملل بسبب الكسل فحصل على كفايتك من النوم وعش حياة صحية منظمة إذا كان الملل بسبب الخوف من القيام بعدد من الأعمال الكثيرة أو المتراكمة فقم بتقسيم الأعمال وجزئها على خطوات وأهداف بسيطة إذا كان الملل بسبب عدم وجود ما تفعله فمارس بعض الرياضة أولا فهي تساعدك على التفكير السليم ستجد ما تقوم به أو تحدث مع صديق مقرب عما يضايقك أصلا فمجرد الحديث يمكن أن يفتح لك أبوابا أمامك كانت مغلقة نقطة ثانية لا تبتعد عن الحياة الاجتماعية فالاندماج مع العالم الخارج أمر مهم جدا لن تشعر بأهميته إلا عندما تزيح عنك الغطاء وترتدي ملابسك وتذهب لمقابلة صديق أو تصل رحمك أو تصل قربة أو تجلس مع كبار السن حاول أن تتعلم من الكل وتعرف على ما قد يملأ حياتك بالمتعة والحكمة نقطة ثالثة الترفيه أمر مهم جدا عزيز المستمع ولكنه ترفيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى من تغيير وسفر ومزاح وضحك كل هذه الأمور أباحها الله لنا لكي تعيننا على طاعته فالنفس المشرقة المستبشرة تستطيع أن تختار من الدنيا ما يزيد من همتها ويرتفع بها فتفيد وتستفيد وتجد المتعة في الإنجاز وتقديم العون للآخرين أيضا التعامل بشكل صحيح مع الوقت والحب الوقت واحترام الوقت لهذا علينا دائما أول أن نشعر بأهمية الوقت أن نحمد الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة التي إن عرفت استغلالها واقتنامها بالشكل الصحيح فست في الدنيا والآخرة نقطة الخامسة التأمر في الكون فعندما نندمج مع العالم من حولنا ونكتشف ما يشعرنا بالمتعة والإلهام تظهر أمامنا الفرص التي لم نكن ندري أنها أصلا موجودة ونضع عيدين على مواطن الإبداع في دواخلنا أيضا نقطة السادسة غير أفكارك تتغير حياتك في الأفكار تتحكم في التصرفات ضع لنفسك أهداف تشعرك بالحياة فمن المستحيل أن تشعر بالملل وأنت تسعى دائما لبناء حياتك وتحقق أهدافك في غير أفكارك بطريقة إيجابية تتغير حياتك بطريقة إيجابية أيضا استخدم خيالك بالشكل الصحيح دائما يقول أنشتاين الخيال وأساسه المعرفة حاول دائما أن ترسم صورة لنفسك في المستقبل تكون معالمها هي التي تطمح أن تكون عليه يعني من الشيء الجميل أنك تستخدم هذا الخيال في وضع أشياء إيجابية أمامك واستشراف المستقبل والنظر لنفسك ماذا ستكون في المستقبل هذا يعطيك طاقة غير عادية باستخدام الخيال الإيجابي أيضا استخدم الحركة لمكافحة الملل كن ببعض المشي اكتب عشر أشياء تستطيع القيام بها ابدأ موارسة التغلو عن مشاعر للسلام في داخلك حط أمامك ورقة وقلم واكتب ما يلي عشر أشياء أستطيع أن أمارسها عشر أشياء أستطيع أن أفعلها تعطيك طاقة غير عادية دائما يعني تعلم من الفضول يعني الفضول المعرفة والاكتشاف يعني وغذي هذا الفضول بالقراءة مشاهدة البرامج التي يعني تفيدك تطور عقلك تعلم الحقائق العلمية تعلم البرامج الطيبة الترفيهية والبرامج كأيضا الثقافية والتثقافية التي تساعدك في الوصول لأهدافك اكتشف تعاليم دينك أجمل الناس الذين يبحثون عن الدروس الدينية والطيبة التي تكون بعد دوامه أو الأخوات الفاضلات اللي هواتي يذهبن لهذه الدروس اكتشف تعاليم الدين كلما حاولت أو حاولت أن تكتشف العالم من حولك وأتقنت عباداتك فهذا الدين الجميل يصبح لأنك الدين تدرسه بشكل تطبيقي وتكتشفه بشكل جميل فتتعلم أحكاما جميلة في دينك فتزيدك سعادة وتزيدك قوة وتزيدك فهما لهذا الدين وأيضا تستطيع عزيز المستمع أن تتخلص من مللك لا بأس ومش لا بأس بل تعلم التكنولوجيا الحديثة تعلم من هذه التكنولوجيا ما تقدم لك من خدمات تابع تطور الأجهزة في آلة التصوير قد تثير لك الجمال في الطبيع من حولك وأسنالا تتكشفه بعد فتستطيع أن تغير وتقاوم هذا الملل فكر فيما يجب أن تقوم به وليس فيما لا تحب للأسف الشديد عزيز المستمع كثير من الناس يعرفون ما لا يريدون وقل من الناس يعرفون ماذا يريدون هنا وليس الذي نحتاجه إلا أن تعرف ماذا تريد اتقن هواية جديدة أو نشاط تعلم أنشط جديدة تعلم مهارات جديدة يدوية وغيرها إذا أتقنت هوايتك وتعلمتها تعلمها لغيرك شجعها شجع الآخر أن تخلص من الملل فتتشجع أنت نفسك للتخلص في هذا الملل نقطة أيضا تجنب الأشخاص المملين المحبطين الذين يضرون العالمي خلال نظار السوداء حاول أن تأخذ بأيديهم إذا كان لديك القدرة على ذلك أما إذا كنت تحتاج إلى من يمد يده لك فلا تأخذ بيد من لا يريد من أولئك السلبيين الذين يرتدون نظار السوداء مارس الرياضة الجماعية والفردية وشعر بالفخر بإنجازاتك ابحث عن وظيفة ثانية مؤقتة تزيد دخلك استفيد من هذا الدخل الإضافي لدرسة علم جديد ومعرفة جديدة شراء ما يساعدك أو تعلمك هذا لا بأس بل علىك سيعطيك طاقة إيجابية اتصل بالأصدقاء القدامة حاول أن تلتقي بهم اعمل اجتماعات دورية أو سبوعية أو شهرية لا تلجأ إلى الأكل هربة من الملل بل اذهب إلى الصحة وإلى الخضروات والفواكه التي تعطيك طاقة تذكر دائما أن الملل مسألة نحن الذين نزرعها في عقولنا ونحن أيضا الذين نتخلص منها لا تحاول أن تتخلص من الملل بمشكلة أكبر منه فنفس عن الملل بأشياء إيجابية واشغل نفسك بالخير عزيز المستمع إذا لم تجد نفسك في أي طريقة فابتكر أنت الطريقة التي تتخلص بها من الملل والأهم أن تشعر أنت بالسعادة وحينما تشعر بالسعادة وتقرر أن تكون سعيد بذلك تكون قد تخلصت من الملل وجعلت نفسك نفس سعيدة متخلصة من الملل بل متألقة تستطيع أن تصل إلى أهدافها وإلى ما تريد في الختام أتمنى لك ولك الاستفادة والاستزادة والتطبيق حتى نكون متألقين في حياتنا متميزين في مجتمعاتنا وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استمعتم لبرنامج تألق أعده وقدمه لكم دكتور محمد بشارات